هذا الحزب تشوفه هو الأمائلة والقرائبة مستفيدين هكذا وصف رئيس الحكومة حيدر العبادي نظام المحاصصة الفردية في شغل الدرجات الوظيفية والمستشري في البلاد منذ 14 عاما وحتى الآن إذ ما زالت بعض الأحزاب تتنافس فيما بينها للحصول على مكاسبها على حساب مصلحة المواطن في وقت يرى فيه البعض أن تقويض الفساد يتطلب توافقا سياسيا بين الأحزاب ما خرج به رئيس الوزراء هو هو بمحاربة المفسدين أعتقد أنه غير قادر على محاربة المفسدين بوحده ما لم يتم هناك موافقة من داخل الكتر وحتى حديثه عن الفساد الفردي لا سيما اليوم ربما هناك عوائل تسيطر على الوزارات وبيع المناصب وحتى المحافظين بغض النظر عن ما قيل ويقال عن أداء رئيس الوزراء إلا أن الشارع العراقي ينظر لخطواته بعين التفاؤل والترقب فالطريق لمكافحة الفساد والمحاصصة كالمعركة ضد داعش شائكر ويحتمل المطبات كون جذور الفساد توسعت في مفاصل الدولة هذا متوقع هناك المصدات الكبيرة أمام رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي خاصة أن هناك شخصيات لا تريد أن يستقر العراق وتريد فقط تنفيذ الأجداد الداخلية والخارجية التي يرغبون بها اليوم هذه الوزارات ليس ملكاً لفلان أو حزب فلان الملك لكل العراقيين من أقصى الشمال لأقصى الجنوب هذا العراق ملك للعراقيين وليس ملك للإرهابيين والمحاصصة هنا وهناك العراق ما لا استفاد من المحاصصة ولعل أغلب الخلافات والاعتراضات بين مكونات العملية السياسية في تشريع القوانين والقرارات مبنية على مصالح حزبية وشخصية بعيدة كل البعد عن شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة التي نادى بها المواطنون أصحاب الكفاءات والآلاف من الخريجين أصبحوا ضحية المحاصصة الحزبية والفردية في توزيع المناصب الوظيفية في مؤسسات الدولة والتي أصبحت حكرا على أولادي وعوائل المسؤولين من بغداد غيث محمد قناة الرشيد الفضائية